موسيقى نرحب بكم في السلطة الرابعة وإلى العنوي في الشرق الأوسط جهود أمريكية أممية لخفض التصعيد وأحياء السلام في اليمن في العرب الجديد تغييرات أمنية واسعة في عدن لتوحيد الأجهزة وتقليص نفوذ الميليشيات موسيقى موقع الخليج أونلاين يتساءل عن الأزمة اليمنية وإلى ماذا تشير الجوالات المكوكية في الخليج موسيقى البداية من موقع المصدر أونلاين الذي تناول تقريرا قال فيه إن تقريرا حقوقي كشف عن تحويل الميليشيا الحوثية مركز تأهيل للسجينات بالسجن المركزي الخاضع لسيطرتها في صنعاء إلى سجن خاص تطلق عليه مسمى قسم الحرب الناعمة أضاف التقرير المعنون أخاف أن أموت ولا أدري اطلع المصدر أونلاين على مضمونه أنه بحسب الشهادات التي استمع إليها فريق رابطة أمهات المختطفين من نزيلات سابقة فقد وصل عدد المحتجزات في مطلع العام 2019 إلى أكثر من 150 محتجزة تم تكديسهن في تلك العنابر الضيقة وقد قال التقرير الصادر عن رابطة أمهات المختطفين إن أكثر من 100 مرأة محتجزة في ظروف غير مناسبة في القسم الداخلي للسجن منهن أربع حالات معتقلات بتهم سياسية وعشر حالات احتجاز بتهم نصب واحتيال وثلاثة عشر حالة احتجاز لترويج الحشيش وبيعه وتسع حالات بتهمة السرقة وأربعة عشر حالة متهمة بالقتل وحالة واحدة بالشروع في القتل وحالتي حرابة و56 امرأة محتجزة بتهم أخلاقية أضاف التقرير أن القسم الداخلي المستحدث يضم 36 امرأة محتجزة بتهم مختلفة لم تستطع المنظمة تكييف التهم الموجهة لهم بحسب ما تم في القسم الداخلي وبسبب التعتيم الذي تفرضه إدارة السجن على طبيعة المحتجزات في هذا القسم الخارجي وأيضا سياسة العزل التام لسجينات القسم الخارجي عن مثيلاتهن من القسم الداخلي تكرى موقع يمن شباب نت أنه منذ نصف شهر ومحافظة مأرب تشهد تصعيدا عسكريا كبيرا بين قوات الجيش الوطني وبين الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران وسط صمت أمميا فاضح إلا من تحذيرات بشأن أوضاع المدنيين بمن فيهم مئات الآلاف من النازحي قال إذن المحلل السياسي في شؤوني للسراتيجية والعسكرية علي الذهب ليمن شباب نت قال إن التصعيد العسكري الأخير يعكس مدى استغلال المتغيرات الداخلية وكذلك المتغيرات الإقليمية المتعلقة بالأزمة اليمنية وقال علي الذهب ضمن حديثه ليمن شباب نت إن تلك المتغيرات الداخلية والإقليمية المفصلية تصب جميعها في محاولة إضعاف الشرعية ووضعها في موقف يضطرها لتسلم بالوضع الراهن والقبول بأي حلول للسلام تتجاوز المرجعيات الثلاث التي تصر عليها من ضمن المتغيرات الداخلية التي أضعفت موقف الحكومة الشرعية وفقا للذهب هو تعطيل تنفيذ اتفاق رياض بملحقيه العسكري والأمني وخروج اللجان السعودية المشرفة على تنفيذه ومغادرتها الواقع وتجمد التنفيذ فضلا عن عدم عودة مؤسسة الرئاسة إلى عدا مضيفا أن تلك الثغرات أتاحت للحوثيين التحرك والاستفادة منها واستغلالها فهم دائما يستثمرون في التناقضات الحاصلة داخل الحكومة أو داخل معسكر خصومهم في الصحف العربية وتحت عنوان جهود أمريكية أممية لخفض التصعيد وأحياء السلام في اليمن قالت صحيفة الشرق الأوسط أن المبعوثان الأممي والأمريكي لليمن يحاولون خفض التصعيد وأحياء جهود السلام في البلاد بعد وصولهما إلى العاصمة السعودية الرياض إذن الصحيفة قالت بأن وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك التقى المبعوث الأممي مارتين جريفث والأمريكي تيموثي ليندر كينغ كلا على حده حيث دار نقاش حول خفض التصعيد وأحياء مشاورات السلام فيما أكد الجانب اليمني التزام حكومتي بالسلام الذي يسند إلى المرجعيات الثلاث متهما للميليشيا الحوثية بعدم الجدية وإدمان الحرب خدمة لأوامر إيران وأجندتها في المنطقة وقد جاء ذلك في وقت تواصل فيه الجماعة الحوثية حملتها العسكرية غير المسبوقة تجاه محافظة مأرب وفيما يحاول المبعوثان الأممي والأمريكي اللذاني وصلها إلى الرياض أمس الثلاثاء إن عاش مساعي السلام المتعثرة ذكرت المصادر اليمنية أن وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك بحث مع المبعوث الأمريكي ليندر كينغ تطورات الأوضاع في ظل التصعيد العسكري للميليشيا الحوثية ومخاطر ذلك على عملية السلام يواصل الحوثيون حملاتهم العسكرية لتصفية مشايخ القبائل والوجهاء في مناطق سيطرتهم من خلال عناصرهم المكلفة بتنفيذ تلك العمليات حيث صف الشيخ القبلي مهلل أحمد ضبعان بعد ساعات فقط من مقتل الشيخ القبلي الموالي لهم علي أبو نشطان حول ذلك فقد نشرت كذلك صحيفة الوطن السعودية تقريرا قال فيه إن الحوثيين لا يكتفون بقتل المشايخ بل يمارسون إهانات كبيرة ضدهم ومنها سحبهم في الشوارع بعد قتلهم وتعليقهم والتنكيل بهم وغيرها من وسائل الإهانات المختلفة أكد مصدر خاص للصحيفة أنه من الأعراف القبلية اليمنية المعروفة أن تقدم في أثناء صلحة الأموال أو الأسلحة أو الأبقار أو الجمال أو غيرها ولكن عمد الحوثيون إلى تقديم شيء آخر غير معهود وهو الثيران وذلك لإسكات أسرة المجن عليه وقبيلته ثم بعد ذلك يتجاهلون الالتزام بهذا التحكيم الذي أوهم الناس بالرضوخ إليه حتى يتم تناسي الجريمة لتبدأ جريمة حوثية أخرى وقد قالت الصحيفة في تقريرها إن الحوثيين ارتكبوا جرائم شنيعة وكبيرة ضد مشايخ خدموهم وقدموا لهم كل التسهيلات ومهدوا لهم كل شيء فكيف سيكون مصير من عارض الحوثيين؟ وهذا الأمر يؤكد بأن الحوثيين سيصفون الجميع دون استثناء قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف إن تعليم الأطفال في اليمن على حافة الهاوية وقد أوضحت المنظمة في بيان التناولاته صحيفة البيان الإماراتية أن حكومة اليابان قدمت أربع ملايين دولار لليونسيف ستخصص لتعزيز فرص ما لا يقل عن 135 ألف طفل في اليمن للوصول إلى تعليم ذي جودة على مدى ثلاث سنوات أفاد البيان كذلك بأن المنحة ستسهم في دعم ثلاثة آلاف معلم ومعلمة وذلك لتمكينهم من تقديم تعليم جيد مشيرا أيضا إلى أن هناك ما يقارب من مليوني طفل خارج المدارس منهم حوالي نصف مليون طفل تسربوا من التعليم منذ عام 2015 وقد نقل البيان عن ممثل اليونسيف فيليب دوامي القولة يحتاج أطفال اليمن أكثر من أي وقت مضى إلى مساعدة عاجلة فتعليم الأطفال في البلاد على حافة الهاوية مضيفا أن الأطفال غير الملتحقين بالمدارس معرضون بشكل متزايد لخطر العنف وسوء المعامل والاستغلال وما لذلك من تأثيرات عميقة محتملة على مستقبلهم تعتبر هذه المساهمة من شعب وحكومة اليابان ذات أهمية بالغة لضمان عدم تفويت الأطفال تعليمهم ليصبحوا مواطنين منتجين في المستقبل وهو ما تحتاجه اليمن فعلا صحيفة العرب الجديد نشرت تقريرا قالت فيه أن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن شهدت تغييرات أمنية واسعة للمرة الأولى منذ أكثر من ست سنوات من الحرب وقد طالت التغييرات التي أصدرها مدير الأمن الجديد لعدن العميد مطهر الشعيبي طالت مراكز الشرطة فضلا عن عدد من المرافق والمراكز والقطاعات الأمنية الهامة ضمن خطوات عملية لضبط الأوضاع الأمنية فيها والحد من نفوذ الميليشيات وفقا للمعلومات التي حصل عليها العرب الجديد من مصادرها فإن تغييرات الأمنية والأسماء التي شاملها القرارات لم تتم بناء على الولاءات لأي من الأطراف السياسية سواء الحكومة الشرعية أو المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا إما إنما خضعت لمعايير الكفاءة وطبقا لماذا تلاؤمها مع الخطة الأمنية التي تم إعدادها للعاصمة المؤقتة بعد عودة حكومة المناصفة وبدء تنفيذ خطوات اتفاق ريال المصادر كذلك أكدت أن هذه القرارات هي بداية لخطة أمنية جديدة تهدف لتوحد كافة الأجهزة الأمنية تحت إدارة الأمن للعاصمة وربطها مع بعض بغرفة عمليات مشتركة وإبعاد أي ميليشيا عن القيام بأي دور له صلة بالأمن ووقف أعمالها في عدن بشكل كامل وذلك بهدف السيطرة على الأوضاع والانفلاتات الأمنية ومواجهة كل الاختلالات التي تؤثر على الحالة الأمنية في مدينة عدن مع مرور ما يزيد عن الشهر على تولي بايدن الحكم قال موقع الخليج أونلاين أن تحركات مبعوثه إلى اليمن تيموثي لندر كينغ بدأت بشكل مكثف في دول الخليج منذ تعيينه مطلع فبراير الجاري حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في 22 فبراير لهذا العام أن مبعوثها لندر كينغ بدأ زيارة عدد من دول الخليج ابتداء من 22 فبراير وحتى 3 مارس المقبل الكاتب والصحفي اليمني عبدالله المنيفي يرى أن جولات المبعوثين الأممي والأمريكي إلى الخليج تشير إلى رغبة دولية في إنهاء الحرب في اليمن مع الرغبة التي أعلنتها الإدارة الأمريكية الجديدة بعد دخولها البيت الأبيض موضحا في حديثه للخليج أونلاين أن ما يجري الآن نية للقوى الدولية في المساس بمرجعيات الحل السياسي الثلاث المتفق عليها وتحديدا منها القرار 22-16 الذي يمثل قرار الشرعية الدولية ويتحدث المحلل السياسي اليمني خليل مسنى العمري عن الحراك الدبلوماسي سواء ما يقوم به جريفث من طهران إلى الرياض إلى بروكسل أو الزيارات المتكررة للمبعوث الأمريكي ويقول للخليج أونلاين هناك حراك دبلوماسي النشط للمبعوث الأممي حيث يسابق الدبلوماسي البريطاني البريطاني الزمن للم شامل الأطراف اليمنية على طاولة الحوار على الرغم من أن جماعة الحوثيين ترفض التعاطي مع جهود جريفث وترفض استقباله في صنع في الختامات ركوكو مع هذا الكاريكت ترجمة نانسي قنقر